موسيقى احنا النهاردة في كاتدرائية السيدة العزراء مريم بقى مستفدام ومعنا اوت سابونا الكومورسياسة ميساك كاهم في الكاتدرائية هنا اوت سابونا كمل النهاردة 30 سنة كهنوت اهلا بيك اوت سابونا في المركز الاعلامي لابروشيت هولندا القبطية الارتوذكسية وكل سنة اوت ساك طيب بمرور 30 سنة كهنوت شاكر خالص انت طيبة عايش اوت سابونا في المناسبة دي حابين نتعرف اكتر على اوت ساك وحابين نبدأ من الطفولة فاوت ساك حابين تكلمنا في الطفولة عن ابونا ياسا اتولد فين اه درس فين اه اسم اوت ساك الالماني ومين هم افراد اسرتك في مصر انا اتولدت في بنسويف بنسويف نفسها وتولدت في البيت اللي انا عيشت فيه يعني ده اللي انا تولدت فيه اه كان عندنا البيت بتاعنا احنا اسر عادية جدا يعني زي كل الاسر المصرية كنا سبع اخوات انا كان ترتيب السادس في اخواتي اه يعني ام اللي ارحمها حابة اسم يوسف فسميتني يوسف فده كان الاسم يعني بتاعي قبل الكهنوت وانا ارتبطت بالاسم ده قوي يعني في الانجيل وحتى من اكتر الشخصات اللي احبها او شخصية يوسف وكده اه وكنا يعني اكتر حاجة كانت بيهتموا بيها في الاسر هي المحبة يعني انا اكتر حاجة ابويا اللي ارحموا بيها قوي حتة الربطة بتاعت المحبة بيننا يعني فده كانت حاجة اصارت فيه قوي انه مش مش فكرة بيد ولاده ويرس ولدهم ايه او كده اكتر حاجة ورثناها منهم هي المحبة والربطة القوية اول لبينها هو ده كنت حاسق القدسك ايه تعلمته من من الاهل في مصر وهو هل هو ده اللي ربط قدسك بالكهنوت او وصل قدسك للكهنوت هو ما ربطونا بالكنيسة ببساطة احنا كنا كل حد في الكنيسة في القدس وحتى كنا نتجمع مع بعض يوم الحد في البيت كان بيتنا هو البيت الكبير لان ابويا اللي ارحمة كان اكبر واحد في اخواته فكنا نتجمع في البيت الكبير عندنا ستة اللي ارحمة كان بتيجي يعني فكت قاعدة جميلة وحلوة وكت ربطتنا بالكنيسة هو كل حد لكن الربطة بالعبادة بقى يعني ام اللي ارحمة كانت لها دور كبير قوي في حتة الربطة مثلا بالصوم يعني من الحاجات المواطنية شوية المضحكة يعني انه مثلا في صوم يونان كانت فيه عادة عند ستة لارحمة ان احنا نصوم لحد بالنجمة مش القداس بس يعني انا كنت وقتها في اخر ابتدائي مثلا مثلا خامسة ابتدائي سابتدائي فكان دوري نعمل ايه اجي وقت الغروب كده ادور على النجمة في السماء حدا امي لأي النجمة اقول لهم انزل اقول لهم وان احنا ايه هنأكل دووقتي هنأكل يعني طيب الواحد دووقتي بيعملش الحاجات دي لكن دي كانت حاجة من ضمن الحاجات اللي الواحد ما ينسهاش برضو يعني امي الله رحمة كدامة بتقول دعوة جميلة قوي صوتها لسه بيرنفه داني لحد وقتي كل يوم كانت تقول يا رب بارك للناس كلها وإحنا آخرهم فكانت الكلمة دي بتأثر فيها قوي يعني وكانت بتحسسني احساسا ان احنا نتمنى البركة لكل الناس والمحبة لكل الناس فدي حاجة بسيطة وعميقة في نفس الوقت لكن واحد خدها بطريقة تلقائية كده جميلة تصابونا حابين نتعرف على قدسك في خدمتك في سنوي قدسك كنت بتخدم ايه أثناء الثنوية العامة أو أثناء العدادي في الكنيسة هو كان الترتيب في بنسويف ان احنا مثلا في قولة ثنوي تقريبا كنا بناخد اعداد خدام بنعود في سنة كاملة وبعد كده لازم نخدم قرية الأول فنروح نخدم قرية مثلا لمدة سنة وبعد كده بقى بنتدرك في الخدمة يعني أنا خدمت قرية سنة وهن خدمت طفولة وعدين فتيان فتيان اللي هو عدادي وعدين ثنوي اللي هو شباب شباب يعني اللي هو ثنوي فخدمة شوية هنا مثلا سنة سنتين هنا فبتداء الطفولة يعني وبعدين فتيان وبعدين ثنوي بعد كده بقى الخدمة امتدت لجمعة وشباب وكده يعني أكثر ايه هي دراست قطك قبل كهنوت الطب يعني أنا كنت خريجة كلية الطب الأسر العيني وبعد كده درست بعد ما خلصت دخلت الجيش وبعدها اشتغلت شوية بسيطة وبعدين جي الكهنوت اشتغلت قبل اشتغلت حبب اه اشتغلت يعني اشتغلت طبعا امتياز بعد الدراسة وبعد كده دخلت الجيش حضرت في جزء اول ماجستير وبعدين بعد ما خلصت رحت مستشفى سواج التعليمي وبعدين كنت هبتدي الرسالة بس طبعا جات رسالة يعني أجمل وأحلى ان جات الوقتها الدعوة للكهنوت بعد ما اشتغلت كم شهر هناك ممكن نعرف من قدسك ازاي جات دعوة الكهنوت اه هو يعني هو اه ابونا مكاري اللي تربيت على ايده ولا ان احنا نفسه وكان انطلب ان انا اترسم معا كاهن انا ساعتها كنت مشتاق قوي ان انا اخدم ربنا بصورة عامة وكاملة بس ما كنتش عارف ازاي فما جي ابونا مكاري يكلمني طبعا انا ما يعني ما قلتش حاجة ما صليت وحسيت بارتياح اوكي خلاص واجي موضوع طبعا الارتباط ان انا هو رشح لي كمان ميري هو ابونا مكاري الكيبير عندنا يعني فتقابلنا مرتين او ثلاث مرت بكتير وخلاص وكي رتحنا ووافقنا وعملنا خطوبة وبعدها باربعين يوم اتعامل الاكليل وتاني يوم الاكليل الرسامة فبعدها اتجوزنا وميري روحت بفستان الفرح الابيض على بيت ابوها وبعد كده التاني يوم تم الرسامة وبيت في المطرين وروحت على الدير على طول دي قصة توبيتي او ثبونة دي لا ده اكتر من توبيتي ثلاثة او ثلاثة او كده اربعين يوم اربعين يوم اه 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 حابين نعرف فاقوتك بعد الرسامة كملت الاربعين يوم فاني دير وليه؟ هو انا خدت الاربعين يوم في دير السوريان لان انبساناسوس كان اصلا من دير السوريان فهو كان كل اللي بيرسمهم بيوديهم دير السوريان اه فده كان الطبيعي بتاع كل الكاهنة في الوقت دير السوريان كل هنكر بيروح السوريان اه 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 ممكن اعرف قوتك خدمت فين بعد ما بقيت كاهنة وبعد ما تمت الاربعين يوم؟ اه بعد الاربعين يوم رحت ارجعت الكنيستي بقى لانا تربيت فيها لانا خدمت فيها مع ابونا مكاري لانا احنافسه فقعدت يعني خدمت مع ابقى في الكنيسة اه ليه كانت كنية لابونا؟ كنية مرمارقص ببنسويف بيقولو عاية كيسة مرقصية ببنسويف يعني مشورة بالاسم ده اكتر يعني فهي اكبر كنيسة بعد الموطرانية فكان بيهدم فيها ابونا مكاري انا جي ابونا جيرجوز طبرة انا احنافسه ابونا انا ابونا ادم فانا ترسمت مع ابونا مكاري ابونا ادم وخدمت في الكنيسة 13 سنة يعني أوتسك خدمت 13 سنة قبل ما تيجي هولندا قبل ما يجي هولندا بزرطة طب ودعوة أوتسك للوصول لهولندا جات إزاي؟ جات من خلال نيافة الأنبة مكاريوس أسقف المينيا هو اللي تكلم ساعتها يعني أوتسة بونارسانيوس عليا وبعدها أوتسة بونارسانيوس طلب يقابلني في مصر في قاهرة يعني فتقابلنا وقتها أوتسة بونارسانيوس كان ليه طريقة بسيطة جدا وجميلة في طريقة تقديم الكهن الخدمة وحكي لي هنا بيحصل إيه والخدمة والكنيس وقال لي إحنا عندنا كنيسة العذرة وكان عندنا كنيسة وقتها كان كنيسة أصن وكده وحتى خيالي يعني أنت المكان اللي ترتاح لي وأنا أكتر كنت مرتبط قوي بالعذرة فكان من لسبالي العذرة هخدم في كنيسة باسم العذرة يعني ده كان يعني اشتياء كبير عندي غير إن كنت عارفة إن الكنيسة هنا فيها خدمة كتير والواحد يحب يعني الخدمة فأنا برضو اخترت إن أنا أجي يعني هو مخيرني فأخترت إن أنا أفضلت إن أنا أكون مع يعني مع سيدنا هنا في أمستردام العاصمة والأم وفيه أكتر أكتر المصريين وأنا متعود إن أنا أخدم مع يعني أبو كاهن كبير فأنا تعودت أخدم مع أبونا مكاري فأنا نسبالي حاجة جميلة برضو إن أنا أخدم وقتها مع أبونا كبير مع أبونا كبير يعني شوية في نوع من الصعب يعني صعب إن إحنا منش عارفين رحيم فين والبلد يزروفها إيه والنقلة عمتا مش سهلة إحنا بنتنقل كمان من الجذور بتاعتنا من البيت والعيلة والبلد التي ربنا فيها والإصحاب والناس كلها فكان مدى صعب عليها وعلي يعني في الأول لكن ربنا طبعا سندنا كتير وربنا ما سبناش وكان بيبعت عزيات كتير قوي وسندة ومعونة كان وقتها بيشو عنده 12 سنة كان في ستة بتدائي يعني ما كانش طبعا نقلة سهلة لكن ربنا يعني بارك في كل حاجة طب إيه كان أحساسك لما وصلت هولندا هنا طبعا هولندا يعني هولندا كانت شوية فيها صعوبة حيثة اللغة هولندي يعني احنا لو رحنا بلد انجليزي انجليزي احنا أصلا درسنا طب بالانجليزي احنا اتنين درسين طب بالانجليزي طبعا انجليزي طبعا مش حلوة قوي بس يعني لو كنا عادنا في بلد بلد بيش فيها انجليزي كنا نحس ان احنا وقته ليلة وخلص لكن احنا جايين في بلد هولندي واللغة الهولندي زي ما انت عارفة لغة يعني جميلة بزيادة بزيادة طبعا لقينا فعلا احساس شوية صعب اللغة لكن برضو مع الاسرار والاكتهاد والمثابرة والصالة كتير ونعمة ربنا فوق كل حاجة وكان تشجيع سيدنا جامد انه جاب لنا حد مخصوص يعني يسندنا جامد في اللغة في البدايات دي برضو كان حاجة كويسة وده اللي كنت لسه حاسق القدسك عليه ازاي تعلمت اللغة الهولندية اه ما يعني كان سيدنا مهتم بينا قوي في الحتة دي بالذات لانه كان طبعا هو حتة لغة مهمة جدا جدا فمشانا بس يعني كل الاباء اللجوم كان فيه حد مخصوص بيجي يقعد معنا في الكنيسة غير ان احنا بناخد كورس في البلد نفسها فمن ناحيتين ده وده فده يتبرت فانا ان احنا يعني شال حاجز القلق شوية كتير من اللغة وخلانا نبقى عندنا استعداد حلو وخلى فيه سهولة برضو التعليم في المدارس طبعا طبعا هل قدسك حاسيت بفرق بين الخدمة في مصر والخدمة في هولندا؟ طبعا فيه فرق بين الخدمة في مصر والخدمة خارج مصر عن ماتن أو في هولندا بزبط في بلد المهجر اه طبعا فيه طبعا فرق في الخدمة يعني الخدمة مثلا في مصر فيها الحاجات التقصية كتير قوي هنا اقل شوية يعني مثلا افراح والجنازات في مصر كتير قوي فالكاهن في مصر بيحضر افراح كتير قوي جنازات كتير قوي ودي بتستهلك جزء من وقت الكاهن لكن الحاجات دي هنا مش مجهودة كتير فبرضو دي بتوفر شوية في الوقت لكن مثلا التحديات اعتقد ان التحديات بتبقى بره مصر اكتر لان احنا هنا بنحس ان كله تقريبا ضد الثاني يعني في مصر فيه مبادئ عامة كله متفق عليها اين كانت حتى العقيدة الكل متفق عليها لكن هنا الكل متفق علينا مش عليها يعني متفق انه ما يبقاش موافق على الاتجاه المسيحي فدي احساس مسهل وبتدي شوية صعوبة في الخدمة لكن ربنا طبعا فوق كل حاجة يعني تعجبني قاوة جميلة العبرانين 11 هدموا جيوش غرباء بالايمان هدموا جيوش غرباء يعني الايمان المسيحي يقدر ينتصر على الجيوش بتاعة الغرباء احنا عندنا جيوش غرباء كتير يعني صحيح فيه تعاليم خاطئة او حاجات منحارفة او صعبة لكن بالايمان بنعمة ربنا الكنيسة تقدر تنتصر على جيوش الغرباء فيه فرق من الكهنة هنا وكهنة مصر زي ما قلت من شوية العمل التقصي في مصر اكتر لكن الكهن هو الكهن والتحديات واحدة والشعب هو الشعب يعني الشعب القطي في مصر والشعب القطي هنا واحد مفيش فرق فالنوعية الخدمة في مصر وهنا قريبة من بعض وهو بس مضاف إليه زي ما قلت في مصر مثقل على الكهن في مصر الحتة الأفرح كتير جنازات المجاملات كتير قوي بتزياد والناس بتزعال يصعب عليها وبسط أنه الفرح بيحضر فيه كم كهن حتى الجناز يقوله ده حضر فيه كم حد ده بيحمل على الكهنة وكده فده بيبقى أصعب ده يعني أهدى هنا شوية طبعا لكن المشاكل طبعا موجودة هنا وهنا واحد قريبا بعض هل في مشاكل هنا أزياد في حاجات معينة؟ هي المشاكل الإيمانية أكتر هنا التحديات الإيمانية يعني عيالنا هنا بيقابلوا تحديات كتير أو صعبة أكتر من الولاد في مصر فالولاد هنا بيقابلوا حاجات كتير ضد الإيمان يعني العيل بيسمع هنا الصوت الوحيد اللي معاه هو صوت الكنيسة والبيت مثلا لكن هنا بقى المدرسة الشارع التلفزيون الميديا المصحاب يعني بيبقى عائل في الفصل هو الوحيد المسيحي في الفصل وبعدين بيسمع كتير طريقة وسخرية من الإيمان المسيحي لأننا نحن عايشين في دولة علمانية نحن عايشين في دولة مسيحية يعني فطبعا ده بيحمل على الولاد والتالي بيبقى دور الكنيسة أهم أنه يسند أولادنا وبناتنا في الاتجاه الجميع بيعرف أن نبونا ياسا هو محب للإنجيل موسوعة فيه وبيعلمنا التمالي وتمالي أول ما نسأل أبونا ياسا يطلع على طول أيام الإنجيل في ثواني إزاجة المحبة دي أبونا هلحد علمك المحبة دي؟ أه طبعا لا أجمعتش من نفسها طبعا لكن في أربع شخصيات أثروا فيها أو في الدراسة هو أول واحد متناحل الأمثانسس موترام بنسويف لأنه كان بيعمل اجتماع درس كتاب كل يوم جمعة وما كنت بحضره وليه أنه هو يتحرك وسط الناس ويسأل وياخد ويدي فحتة الحركة وسط الناس وأسئلة الناس على النص الكتابي ده قصده نفهمه إيه النهار ده إزاي صحيح الحتة دي يعني شفتها فيه كتير أو تعلمتها منه الثاني طبعا أبو المتناحل أبونا مكاري نجيب أبونا مكاري كان يعني يكاد يكون حافظ أصفار في الكتاب المقدس غيبي فكان كل معاوض معاين يتناقش معاين يعني يقول لي الحتة دي كذا ودي كذا ويجيب أي من هنا وأي من هنا فكنا بنوعا كتير كل يعني كتير أو من عادتنا مع بعض كان بتبقى قاعدة منائشة في الحاجات زي كده فهو كان حلو أو في الكتاب المقدس طبعا تالت واحد اللي علمني بقى الخلوة هو المتناحل بشوان سحق أنور ده كان أستاذنا في درس كتاب في بنسويف كان بيعمل كل سنة خلوتين في درسة منت الجبل وكده وكنا بروح هناك قاعدنا كل واحد يقعد مع الإنجيل الوحده وإزاي يتعاود يسمع صوت ربنا وإزاي يتعاود يتعامل مع كتاب المقدس الوحده خالص فالدي بقى تعلمتها منه يعني وبتالي طبقها هنا عشان الولاد يحبوا الإنجيل ويحبوا الخلوة الرابع تالي المتناحل بونا رويس حليم كان وقتها بشوانس نشأت كان بياخد كل نص كتابي وحط عليه مثلا خمس ستة أسئلة برضو كانت ليه طريقة جميلة قوي فيه إزاي يلخص النص الكتابي طريق عملية فمن خلال كل شخصية أنا خدت حاجة وحست أن أنا تلمست على إيد أربعة حلوين قوي في الكتاب المقدس مش في الدراسة الأكاديمية لكن في الروح وفي النحة العملية والشبع بروح الكتاب المقدس والحيابي لأنهم كانوا أربعة فهتور مقدسين يعني إيه الفرق بين الخدمة في هولندا هنا أول مقدسة جيت وحاليا في الكنيس كلها والحاجات اللي اتعملت هو طبعا الخدمة بيتزيد خالص يعني سيدنا صليب نشيط قوي يعني ربنا قوي ودين نعم ودائما فكل شوية في حقل جديد في الخدمة يعني أنا مجيد جديد مثلا كان فيه اجتماع شباب واحد وبعدين سيدنا بعدها بدأ بقت الاجتماعات تزيد أكتر من اجتماع الشباب وبعدين يشجع إنه بقي فيه اجتماع كمان درس كتاب غير اجتماعات الشباب فالشباب اللي كان ليهم كازا اجتماع بدلا ما كانوا اجتماع واحد لو كلمنا على مجال الخدمة نفسه جوه الكنيسة كانت فيه أداس مثلا فيه العدرة ومارمينة تحت وبعد كده بقى العدرة ومارمينة وبالصفين وبعدين العدرة ومارمينة وبالصفين وأبا نوب فبقينا أربع كناس بنصلي واثنين بالهولندي واثنين بالعربي يوم الحد أربع قدسات فطبعا ده اتساع فيه العمل اللي ترجي وفي العبادة والخدمة طبعا الكناز بقى كل شوية منه يعني ربنا بيبارك وسيدنا بياخد كنيسة جديدة فهو الخدمة كل شاب تتسع غير ما بقينا أبروشية بقى العمل أكثر يعني أكثر اتساعا وكده وعمق وبقى فيه خدمات كثير قوي يعني نشكر ربنا في الأبروشية نتيجة تعب سيدنا ومحبته ونشاطه الكبير قوي طب في الآخر حابين نعرف إيه اللي بيفرح أبو نيسة وإيه اللي بيزعل أبو نيسة يعني أكتر حاجة بتفرحني هو ارتباط بالمسيح يعني أما أقعد مع ولد في الاعتراف مثلا في الجيل التاني ويقول لي أنا بتديت أحب ربنا أكتر من أول بحس بوجود ربنا في حياتي أكتر من الأول بتتسس مع صوت الله دي بتطيرني بقى يعني بتخليني في السماء إحساس ده ما حس إن ربطة ولادنا بربنا ابتدت واضحة يحسوا بربنا في حياتهم كأب كصديق قريب أو منهم يحس بمشاكلهم بيسمعوا صوته ببساطة فدي بتفرحني جدا يعني خالص أكتر حاجة بتدقيقني طبعا حاجتين هو الألم والمشاكل اللي ما بتتحلش يعني لما يكون في حاجة مؤلمة لحد ده موضوع بيتع بالواحد خالص نفسيا يعني وبعدين برضو أما يبقى في مشكلة ما تحلتش أو مش بتتحل ده بيبقى حاجة صعبة قوي على نفسية الكاهن الناس بتفتكر ان الكاهن ممكن مشكله مش فارق معي يعني لكن هو مش كده خالص هو الموضوع بيبقى صعب جدا على نفسية الكاهن أنه أنه الموضوع ده مثلا ما تحلش وبنفرح أو الموضوع يتحل لو ندخل في مشكلة ولا إيها خلصت على خير بنفرح أو يقول لا نفسي بس جت معها ده مشكلة تانية وهكذا الموضوع كذا مشكلة فوقت واحد صحيح فربنا هو اللي بيسند وفي الآخر حسب سماح الله بقى أنه الموضوع تتحلق أو لا ده نعمة ربنا هو ربنا اللي بيحل المشاكل المشاحنة طبعا فمحبة هو ربنا بيسندنا كلنا أبونا في النهاية احنا بنشكر قدسك قوي قوي على وقتك على الكلام الجميل اللي سمعنا من قدسك تعرفنا على قدسك أكتر وكتر بنشكرك في المركز الإعلامي وبنتمنى لقدسك سنين طويلة فيها بركة وخدمة ورب خدمة مسمرة أكتر وأكتر في هولندا شكرا لك شكرا لك شكرا لك